خلونا نبدأ حلقة النهاردة بعنوين برنامج التريند وسلاسة عنوين رئيسية لحلقة النهاردة في التريند الاهلي الجهاز الفني للأهلي يبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة وفي التريند المحلي معسكر المنتخب ينطلق استعدادا لمواجهتي توجو وفي التريند العالمي رقم قياسي لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هنستعرض مع حضركم جدوى المباراة اليوم يمكن اليوم في مباراة طاقوية ومصيرة سواء في الجانب الإفريقي أو حتى الجانب الأوروبي دوري أبطال إفريقيا أخيرا اليوم موعد لقاء الإياب في نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا المباراة بين نادي الزمالك ونادي الرجاء المغربي المباراة ستقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بقيادة تحكمية لتوقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجد نيداي مباراة مهمة جدا وبالتأكيد الكل منتظر الطرف التاني اللي هيواجه النادي الآهل في المباراة الختمية كلنا نعلم أن النادي الآهل حسم الموقع مبكرا وتأهل على حساب الوداد المغربي وينتظر الفائز اليوم بين الزمالك ونادي الرجاء المغربي نتمنى يا رب نشوف مباراة كبيرة كما كان أداء النادي الآهل في مباراتي الوداد زهاب وعياب وعمل نتيجة كبيرة جدا القرى الإفريقية بأكملها تتحدث عن الإنجاز الطيب للنادي الآهل في دوري الأبطال طيب مباراة اليوم أيضا في دورة أبطال أوروبا استكمال مباراة الجولة التي أقيمت بالأمس النهاردة في مباراةين الساعة 8 إلى 5 زينة سان بيترس بورجا يلعب مع لاتسيو أيضا بشك شهير الساعة 8 إلى 5 هيلعب مع منشستر يونايتد لكن الساعة العاشرة مساء فيه 6 مباراة في توقيت واحد شبلال أسباني هيلعب مع كروس ندار تشيلسي هيلعب مع رين برشلون هيلعب مع دينمو جييف بران كروزي هيلعب مع اليوفي يوفانتوس الإيطالي كلب بروج هيلعب مع بروسيا دورتوموند الألماني لايبزيج فيه مواجهة مع باريس سان جرمان الفرنسي مباراة كلها قوية ومصيرة وبالطبع بالأمس كان فيه متابعة قوية جدا لمباراتين أولمبياكوس بقيادة أحمد حسن كوكا المهاجم المصري وليفربول محمد صلاح في مباراة كبيرة جدا أمام أطلانتا ونتيجة كبيرة لفريق ليفربول وهدف مميز جدا لمحمد صلاح في مبارات الأمس أخرج لفاصل وبعد الفاصل ترند ترند وعندنا كلام مهم جدا عن نهاية إفريقيا وتفاصيل انتظرونا هتسمعوها ولكن بعد الفاصل